مهم جدا في مقالي ومقاله نصر الصلاة شكرا الحقيقة وإحنا بنتكلم على الألعاب الرياضية وعلى الأبطال اللي فيها ومين ملوكه الصلاة ومين أساطير الصلاة هذا الأسبوع خبر مهم جدا على لاعب هو بالفعل نصر الصلاة لأنه أرقامه بتقول أنه أفضل لاعب في ألعاب الصلاة على مستوى العالم الأكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم هو اللعب الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي هذا الأسبوع نجم الأهل ومنتخب مصر أحمد صلاح أحمد صلاح أسطورة الكرة الطائرة الحقيقة نصر الصلاة بالمعنى الحرف لأنه أنتم متخيلين الرجل اللي قدامكم ده فاز بخمسين بطولة لما حتشوفوا أرقامه والألقاب اللي عملها مرعب أرقامه مرعبة بجد وفتكروا صديقنا العزيز طاري الأدور معنا مرة على الهاتف قال لك أحمد صلاح ما حدش نفسه على مستوى العالم إلا صاحبه ويزميله عبدالعب سلام عدد البطولات والإسهام اللي عملوه في الألقاب والأرقام شيء الحقيقة يعني يخلدهم بجد ده نصر الصلاة الحقيقي عايز تتكلم على أحمد صلاح ولا أقول لك لأنني عايز أتكلم أنا قبل ما تقول يعني طوله أحمد صلاح هو من عائلة بتاعة كرة الطايرة هسام صلاح أخوه أول وحد ده كبير وفي محمد وفي أحمد ما أحمد أصغرهم على ما أعتقد يعني بس أحمد من أول ما طلع منزلش يعني عمل كده السن لم يصبع عائقا ما خرجش غير بعد 2014 لمتغيرات كثيرة حدثت في النشاط الرياضي وقتها في لعبة في الكرة الطائرة رح طلع على الجيش رح طلع على الجيش وبعد سن خاد البطولات طلع على الجيش وبعدين حاب يرجع في الأخير رجع لأن هم يعني يعني عبدالله عبدالله سلام ووحمد صلاح زي ما أنت قلت كده اتنين خارج السرب في أرقامهم وفيه شوف 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 الارتقاء شوف فوق الشبكة بقد إيه المسألة مش مسألة طوله قد إيه النمى قفزيته بتوصله لأي ارتفاع توقيته ولذلك بقى يعني من السنة اللي فاتت اللي قابليها أنا ما كنتش مرتاح محليا في استخدام لعب دالله عبدالله سلام ولأحمد صلاح لأن كان التركيز بيظلمه بيلعبوا المطشاة المهمة وغير المطشاة المهمة تقريبا ما بيسيبوش الملعب يعني السنة اللي مش اللي فاتت اللي قابليها بنلعبه ده من الاتحاسي كان داري والمطش مرتاح ليه ألعبهم الاتنين وتاني يوم حالعب الفاينل مع الزمالك ليه يلعبوا كل الأشواط إنما هو بقى لما راح مع الرغم تقدمه في العمر استخدم في اللحظات المناسبة فجيه في الجيم الحاسم انزل بصلاح انزل خلص حتى رضا هيكل رضا هيكل يعتبر واحد من أهم لعب الكرة الطائرة وهو يعني رمانة ميزان الكرة الطائرة في نادي الزمالك وأبرز لعيبي الكرة الطائرة واحد من أبرزهم وهو يتحدث عليه تحدث بإحترام شديد وقال لك ساعة ما بنعوزه بينزل بنعرف إن إحنا هنخلص بيعمل كل ما هو مطلوب شوف القفزة وشوف منظرها وشوف التركيز وشوف ضرب منين من أعلى نقطة يعني نشكرك يا أحمد وأنا معك في قرارك لأنه هي لحظة جميلة لحظة استرداد لقم مهم وتتوي به بس يعني لو رحنا دارة الأولمبية ما تستنى شوية كده فكر بريس حلو طيب هو أحمد عبد النعيم صلاح من موليد القاهرة في 19 أغسطس 84 حب الكرة الطائرة من عومة أزافرو بيلعب برقم أربعة يلعب بإيده الشمال بيمتاز بتزددات صاروخية زي ما كان رياض شرار الله أرحمه التزددات التي لا تصد ولا ترد الصحق المحق أيوة ده كده عدل شريف عدل شريف طوله 197 سنتيمتر وبيلعب في مركز الجناح المهاجم أرقابه بقى اللي أنا بقول لكم عليها لاعب يجيب 50 بطولة بيعد الأسطورة الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ الكرة الطائرة على مستوى العالم ومن ثم على ألعاب الصلاة عموماً هل ألعاب الصلاة عموماً؟ أه داخل مصر حقق مش خمسين لا عدد ألقابه ستين لقاب في مسيرته الاحترافية البداية كانت مع النادي الأهلي في موسم 2000-2001 لعب العدد من الأندية زي دينامو يانطر الروسي وهالك يانك أنقرة التركي وجلاتة سراية التركي والهلال السعودي وجزيرة الإماراتي والبشرية اللبناني وطلاع الجيش المصري وبدأ وعاد وانتهى في النادي الأهلي صاحب التسعة وتلاتين سنة حقق في مسيرته الاحترافية خمسة واربعين لقب مع الأندية وخمستاشر بطولة مع منتخب مصر ليكتمل عدد الألقاب اللي ساهم فيها أحمد صلاح وفي كل وعدة فيهم لإسهام كبير يعني ستين بطولة ساهم فيها أحمد صلاح هل أحد فيه حد قاعد لهذا العمر في منتخب مصر تسعة وتلاتين سنة للكرة الطائرة؟ عاديين نشوف الرقم ده صاحبك بقى طريق الأدور يقول لنا بالنسبة للعالم من أكتر من تسعة وتلاتين سنة كامل؟ مع الأهلي ساهم في خمسة وتلاتين لقب فاز مع الأهلي بخمسة وتلاتين لقب الدوري 11 مرة كاس مصر 11 مرة السوبر مرة البطولة الأفريقية مع الأهلي 7 مرات والبطولة العربية مع الأهلي خمس مرات انتقل لطلاع الجيش فانتقلت معه الألقاب فاز مع طلاع الجيش بخمس ألقاب الدوري مرتين وكاس مصر مرتين والبطولة الأفريقية مرة وفاز مع الهلال السعودي بالبطولة العربية وفاز مع البشرية اللبناني ببطولة الدوري اللبناني وفاز مع الجزيرة الإماراتي بكأس الإمارات يعني هو لاعب بيأخذ البطولات معه الألقاب فيه قبضته يدل أنتوا شايفين هدية فيها الألقاب باستمرار يعني أسطورة بلا فصال في منتخب مصر ساهم أحمد صلاح وهو لما تقول أحمد صلاح يعني زي ما الموانت صعد لي بقولك هو وجوده مش لاعب فوق البيعة وجوده لعب مؤثر يعني في كل لقب من دول هتلاقيه واحد من الأكثر تأثيرا في إحراز اللقب مع منتخب مصر ساهم نصر الصلاح ده في الفوز بخمستاشر لقب للمنتخب سبعة في البطولة الأفريقية يعني أنتم متخيلين يا جماعة منتخب مصر ياخد تمن أو تسع بطولات للأمم الأفريقية أحمد صلاح معها سبعة تلاتة في البطولة العربية اتنين دورة الألعاب الأفريقية اتنين الألعاب العربية واحدة في دورة ألعاب البحر المتوسط أرقامه الشخصية بقى في عشرين وواحد وعشرين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة حط محمد أحمد صلاح ضمن قايمة أفضل مئة لاعب على مستوى العالم في تاريخ اللعبة في حد من أفريقيا تاني غيره؟ لا وأكد على دوره كبير جدا في إثراء اللعبة ومنافساته خد جايزة أحسن لعب للروح الرياضية خد هدف كاس العالم للكرة الطائرة في عشرين وخمستاشر خد أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 2005 و2009 و2011 خد البطولة الأفريقية للكرة الطائرة خد فيها أفضل ضارب إرسال في 2007 و2011 وفي بطولة التصفيات القرية الأولمبية خد أفضل لاعب في 2008 في التصفيات القرية الأولمبية خد أفضل ضارب في 2008 أفضل لاعب في الأندية الأفريقية 2009 و2010 وخد أفضل لاعب عربي في 2006 و2011 وأفضل لاعب أفضل خادم في 2005 و2010 وأفضل ضارب إرسال في 2006 أقول لكم ما سابش حاجة أحمد صلاة على المستوى العالم على المستوى العربي على المستوى الأفريقي على المستوى المصري ما سابش حاجة ما أخدهاش عشان كده ده فعلا نصر الصلاة وهو بيعلن اعتزاله اللعب اللاولي لازم أن نقوله شكرا على مسيرة يفخر بها أي ريال اللافت للنظر يا أستاذ إبراهيم إنه أمنؤون ما خدهاش يعني وكان أنا أتحدث إنه ما خدش البطولة بس البطولة هي للفريق اللي هو بسهل ولكن لما يطلع مفيش سنة ما خدش فيه لقب الأفضل فردي بشكل فردي هنا القيمة بقى الجماعية والفردية بتاعته مع عمره المديد ربنا تدي له الصحة ويكمل مع الأهلي سنة بحمد شوية يعني يوعد مع الأهلي شوية ويا رب يقدر يلعب باريس لو تأهلنا الحقيقة ده إنجاز كبير جدا يستحق عليه نصر الصلاة كل التحية شكرا أحمد صلاح على مسيرة دولية كبيرة جدا ولكن تبقى الأقواص مفتوحة بينه وبين النادي الأهلي لمزيد من البطولات إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مدخب شع الأهلي مدخب شع الأهلي